حضرتك قلت فيه ايه الفرق بين انه غفور وغفار ربنا سبحانه وتعالى من اسماء الحسنة انه غفور غفور ورحيم فغفور يعني ايه مع كثرة الذنوب وكثرة اللجوء الى الله فبيبقى غفور ورحيم يعني بلا حدود غفر الذنب وقابل التوب مع كثرتها المعناين تقريبا يعني هو غفور جاي من مشتق من يعني انه ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله مغفرته واسعة وبابه مفتوح وفي اي وقت انسان عباده تلجأ ليه بيفرح بوجودهم بيفرح بانهم فعلا يسرعوا عشان خاطر بالتوبة والاستغفار فربنا جل جلاله فعلا هذا الباب المفتوح مفتوح للعبد لغاية ما العبد روحه كده تغرر يعني لغاية ما يلقى الله سبحانه وتعالى فما فيش اطلاقا اي حجة لاي انسان لان احنا سبحان الله كلنا خطائين زي ما سدنا النبي قال وخير الخطائين التوابون لان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا واحنا طبعا يعني ونفس وما سواه فالهمة في وجورها وتقواها عندنا يعني النفس اللوامة عندنا النفس الامارة بالسوء عندنا النفوس المتقلبة دي فمحتاجة دايما زي ما بنقول كده يعني اي حتى اي حاجة في الدنيا محتاجة انها تتنظف محتاجة ان احنا يعني لو حتى سافر الانسان في اي مكان كده وغاب اسبوع الاسبوعين بيرجع مع ان الموظف البيت وسايب ونضيف لكن يرجع يلاقي برضو في طراب في حاجة فبالك بقى من قلب المؤمن قلب المؤمن اللي ربنا خلقه قلب طاهر ونضيف وسليم فمحتاج كل شوية ان البن قدم يطل على قلبه كده ويشوف ويشوف يا ترى هو اذنب لان اي ذنب بيبقى زي ما شبه لنا العلماء بيبقى بيدي اي ذنب زي نقطة صودة كده على القلب ما كناش بسرعة نرجع ونشيل سبحان الله بالاستغفار لنظف اول بول فلا قدر الله يحسن ران ويحسن بقى يعني زي المرايا كده لما تحط فيها حاجة حاجة نقطة ورا نقطة ورا نقطة بتعمل حجاب صحيح والمؤمن المفروض بيرى بنور الله لانه اتواب على طول يعني يلجأ الى الله هو اللي خلقنا يعني انا بستغرب احيانا لما الانسان يتوه معان ربنا عمل لنا يعني المساب لناش اطلاقا اي حاجة في حياة الانسان او اي دائقة الا ما جعل له الابواب مفتوحة لما الانسان يغلط يجري يسارع على طول يسارع عشان خاطر احنا مناشه لربنا ربنا اقرب الينا من حبل الوريد انا بستغرب لاي انسان يبقى في دائقة يدور على حد يشتكيله يدور على حد يقول له نشتكي الله لخلق الله لا ما نشتكيش لان اقدار الله كلها خير واقدار الله كلها فيها لما الانسان يتأمل كده لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع حنلاق ان ربنا بيقدر لنا الخير لكن عايز حكمة عايز صبر عايز روية فلما نسارع الى الله سبحانه وتعالى حنلاق ربنا يفرح بينا قوي خالص يعني سبحان الله كان يعني فيه في الحديث القدسي تقريبا انه بيمثل لهذه الواقع ان الانسان لما واحد عبد كده تاه في فلا في سبحان الله في صحرة وكان معا الجمل بتاعه والنقى بتاعته وعليها بقى طبعا الاكل والشرب فسبحان الله تاهت وغفل ما لاهاش انت متخيلة بقى انسان خلاص انا حس ان كل حاجة ضعت من حياته كل يعني الناقل اللي حتنقله الاكل الطعام الشرب فيأس خلاص قلت كده وقعد كده وبعدين يعني قعد ينتظر الموت كده وغفل شوية ففتعينيه لقى سبحان الله الرحيلة بتاعته موجودة والاكل والشرب فمن كتر فرحته قال اللهم بدل ما يقول اللهم انت ربي قال اللهم انت عبدي يعني من كتر ما هو يعني في لهفته فغلط فسبحان الله شوف فرحته من فرحته الكلام ما اسعفوش انت متخيلة هذا المثل بيقولك ربنا افرح بالعبد اللي بيلجأ له من هذا الرجل يعني الرجل اللي ضعت منه كل حاجة ويبقى وصل لمرحلة رأس خلاص لكن لما ردد لما بنا ردله كل يعني كل حاجاته فشوف فرحته الكبيرة شوف ربنا سبحانه وتعالى هذا المثل بيضرب ان ربنا بيفرح بتوبة عبو الدقابية بيفرح ان الانسان الرجاع اللي اول باول كده سبحان الله يستغفر ويتوب يعني النفس اللوامة بتعمل ايه بتقعد تحاسب نفسها انا عملت لي كده انا قلت لي كده ويستغفر من قلبه لان اصل الاستغفار مش بس الفاظ لا دا 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 توبة حقيقية والانسان يقعد فعلا يحاسب نفسه ليه انا بعمل كده سبحان الله ازاي اغضب ربنا اللي بحبه ازاي اغضب ربنا مالك الملك سبحان الله عشان كده يعني حتى يقال ان الاستغفار والتوبة ان سبحانه اجرهم اعلى من الايه من الدعاء شوي يعني الانسان لانسبب اصلي كنت لما بتعودي تقري قرآن رسائر ربنا لينا كلام ربنا لينا وتعودي سبحان الله ترجع نفسك كده وتتأملي وتتدبري وتفكري سبحان الله وتقولي وتستغفري بقى وتعودي سبحان الله تذكري الله سبحانه وتعالى فدي معناها ان انت بتلجأ الى الله سبحانه وتعالى ويعني بتفرق الى الله حبك لله سبحانه وتعالى وان انت حريصة على انك فعلا تبقى في طاعة اقوى من ان انت ايه يا رب انا عايز تغنين يا رب انا عايز فلوس يا رب رزقني بولد يعني طلباتك هتبقى يعني شوية اقل درجة طبعا ربنا عايزين نلجأ في كل صغيرة وكبيرة وربنا بيحب ان احنا الانسان اللحوح كمان اللي يطلب من ربنا لكن يعني حتى بعد العلماء قالوا انه هو الاستغفار مع سبحانه الله ذكر الله بانه هو يركز كده في كلام الله ويقرى القرآن رسال ربنا لنا والاستغفار على طول والصلاوات على سيدنا النبي وهذه الحاجات الجميلة اللي بتشرح الصدر اللي بتزيل الهم دي يمكن يعني الانسان حريص عليها ده بالحضرتك اكتر من انه ينشغل بطلباته فهم حضرتك ازاي؟ والناس حاجة ياسمين اللي هي اصرفوا على انفسهم اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لهم لا تقناتهم من رحمة ايو 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 انا عملت زنوب كتير قوي ودعيت ربنا سبحانه وتعالى انه يغفرلي بس ما قولها هيغفرلي كل الزنوب دي بس دي زنوب كبيرة قوي لا هو اي نعم الحياء من الله مطلوب ده بالك ازاي لكن مع الحياء مفيش قنوط مفيش ابدا يأس في دينا ابدا انا بقول لحضرتك شوف الراجل اللي قتل تسعة وتسعين ايو وراح لأحد الناس الطيبين العباد وقال له فقال له يعني لك توبة ايه فقتله فيعني اكمل المية كان ناقص يعني فسبحان الله راح بقى الواحد من احد العلماء بقى عشان هنا هنا الفرق بين العابد والعالم العلماء ورثت الانبياء فراح قال له قال له لا 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 ولا حاجة انت بس البلد اللي انت كنت فيها دي يعني ايه سبها ايه كانت يمكن ايه بتضيقك ولا فيها حاجات كده تدفعك لأه وقد دبالك ففر بيها وفر منها وروح كده ان شاء الله مكان آخر وانتقل سبحان الله وربنا قال للملايكة بمعنى في هذا الحديث انه انه عده الخطواته تكون أقرب من المكان اللي كان فيه فسبحان الله ربنا غفر له غفر له مجرد ايه انه رجع انه تاب الى الله انه حاسس يعني زي ما حضرتك قلت يا الذين أصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا يعني ده ربنا غفور ربنا يغافر الذنب وقابل التوب بس ايه شديد العقاب ده الطول يعني احنا الانسان ما يركنش قوي وما يحسش بقى يغرب ربنا الغرور لا شوفي يعني الاستهتار او كده لا الانسان اولا وعشان كده التوبة التوبة تبقى من القلب فعلا ان انت حس فعلا لا ازاي يعمل كده ازاي يعمل ازاي اغضب ربنا ازاي نعمل حاجة يعني فيها فيها يعني الشيطان يعادكم الفقر دايما الشيطان اصله ده هو اللي دافع لكل سيئة هو ده بتوعد الانسان بتوعده سبحان الله فكون الانسان يبقى مع عدوه ويعصي ربنا يعني يبقى يسمع الشيطان وبالحاحه وبمغرياته وبالفتن الموجودة سبحان الله فانه يعصي ربنا لا فالرجع ده معنى انه بفوق بفوق ايه ويرجع بقى للقلب القلب النظيف القلب السليم لان ربنا سبحانه وتعالى مطلع على هذا القلب وعايزه دايما كده نقي وصافي وسليم الا من اطى الله بقلب سليم